السلام عليكم اهلا بكم في كرشي جانا النهر ده هنعمل مفرش بشكل جديد هو عبارة عن قلبين من داخل بعض بيبقى حلو قوي لكل عروسين اتمنى المفرش يعجبك لو عجبك اعملي لايك واشترك في القناة وفعل الجواز عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله. نبدأ بسم الله. اول حاجة في البداية على طول بقى من عقدات البداية. بعد كده هشتغل سلسلة عبارة عن مية وتلاتين سلسلة يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واكمل مية وتلاتين بس هاجي عند مية وعشوين واحط علامة. مية وعشوين سلسلة واحط علامة وبعد كده اكمل مية وتلاتين. اخلص السلسلة ونبجي عتاني. انا اشتغلت سلسلة مية وتلاتين. بس جيت عند مية وعشرين حطيت علامة عشان بعد كده ما اتربطشو العشرة بسلاسل التانيين بقى مية وتلاتين. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه من اول العلامة. بعد كده هفد السلسلة بتاعتي بالشكل ده عشان تبقى على وشها. متطلاش عندي ماء ملفوفة. بعد كده بفدعها لحد ما وصل للبداية بتاعتها. وفي البداية هدخل وعمل منزلكة. وانسك الخيط بتاعي كده واخروج من اول واحدة واخروج من التاني. انا قفلتها اهو. بعد كده برتفع سلسلة واحدة. وفي نفس المكان هاخد حشو. هدخل واخد حشو. وبعد كده في السلسلة اللي بعدها هياخد حشو. وااخد خيط البداية معي عشان. انضف الخيط. بعد كده اللي بعدها اهو. كل جبزة بعد كده بياخد فيها حشو. واللي بعدها حشو. يبقى انا هشتجل لحد العلامة بس اللي انا حطاها عند مية وعشرين. هشتجل حشو لحد العلامة عشان كده انا حطيت العلامة عشان ما نساش. اه عند مية وعشرين هقف. وصلت كده للعلامة بتاعتي شلتها واشتجلت مكانها حشو. يبقى كده انا عملت مية وعشرين ربزة حشو. بعد كده بياخدفع سلسلتين واحد اتنين. وهو الربزة اللي عليها الدرب هشتجل حشو. يبقى انا عملت فرار بس بالسلسلتين. وهاشتجل في كل ربزة ربزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. وهكملهم العشرة باقية. وصلت كده لنهاية الاطار بتاعي. اها. عايز اقفله. هقفله بمنزلكة. في اول ربزة كده ادخل. واقفل بمنزلكة عشان ابدأ السطر الجديد. هرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هياخد ربزة حشو. واللي بعدها ربزة حشو. وهستمر كده لحد ما بقى تلاتة وخمسين وجبزة حشو. هعد هنا ماشية لحد ما اوصل لتلاتة وخمسين هشتجل تلاتة وخمسين وجبزة حشو. ونرجع تاني. كده انا خلصت تلاتة وخمسين وجبزة حشو. هفوت اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخمسة ادخل وعمل جبزة حشو. واللي بعدها ربزة حشو. واللي بعدها ربزة حشو. وهشتجل ربز حشو لحد الفراج اللي انا كنت عاملاه اتنين سلسلة. يبقى انا هشتجل في كل ربزة ربزة حشو لحد الفراج اللي انا عملته في السطر اللي فات اللي هو بتاع اتنين سلسلة عند السلسلة مية وعشرين. لو انتم تفتكروا انا كنت سايبة آآ علامة وبعد كده شلت العلامة وعملت اتنين سلسلة واشتجلت تاني ربز حشو. اهو الفراج ده اللي هقف عنده ونرجع تاني عشان نشوف هنشتجل ازاي. وصلت هنا للفراج اللي انا كنت سايبة اتنين سلسلة اها. هدخل فيه. واخد فيه اتنين ربزة حشو. واحد. اتنين. وكمان اتنين سلسلة. وفي نفس المكان او نفس الفراج هاخد اتنين ربزة حشو. واحد. اتنين. وبعد كده هكمل الشغل بتاعي لنهاية السطر. كل ربزة اشتجل فيها ربزة حشو. لحد ما وصل النهاية. او نهاية الدور. وصلت كده لنهاية الدور. هقفل الدور بمنزلقة. هتخل في اول ربزة حشو عملتها. واقفل بمنزلقة. بعد كده بارتفع سلسلة واحدة. وفي نفس المكان باخد ربزة حشو. وهشتجل في كل ربزة ربزة حشو. لحد ما وصل للاربع سلاسل اللي احنا فوتناهم. اللي هم دول. يبقى انا هشتجل ربز حشو. لحد ما وصل للاربع آآ سلاسل اللي احنا فوتناهم دولت ونقف. ونرجع تاني ونشوف هنكمل ازاي. وصلت هنا للاربع سلاسل اللي انا كنت مفوتاهم. بداية الشغل ها. هفوت واحد اتنين واروح للتالتة واشتجل الحشو. بعد كده في كل ربزة باشتجل حشو. عادي بقى شغلنا في كل ربزة بنشتجل حشو. لحد ما وصل للقاعدة بتاعت القلب اللي هي فيها اتنين حشو اتنين سلسلة اتنين حشو. هنقف هنا عشان نشوف هنشتجلها ازاي. يبقى انا هشتجل في كل ربزة ربزة حشو لحد ما وصل للقاعدة بتاعت القلب. هنا وصلت عند الفرار اللي في اتنين سلسلة هشتجل في واحدة بس حشو. واتنين سلسلة. وفي نفس الفرار هشتجل واحدة حشو. يبقى السطر اللي فاتح احنا اشتجلنا في الفرار ده اتنين حشو اتنين سلسلة اتنين حشو. لكن المرات دي هنشتجل ربزة حشو اتنين سلسلة ربزة حشو. وبعد كده هنكمل عادي خالص وكل جبزة وجبزة حشو لحد نهاية السطر. نكمل لنهاية السطر ونبيجي عن نشوف هنعمل ايه. انا خلصت الدور وجيت هنا افلت بمنزلكة وكمان خدت سلسلة وقصت الخيط. بعد كده مش هبدأ الابيض من هنا لأ انا هبدأه من هنا من القاعدة بتاعة القلب. من المكان اللي كنت بسيب فيه اتنين سلسلة هدخل بالابع كده كده ويكون معايا خيط الابيض. هسحبه كده وبعد كده باخد خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي نفس المكان هاخد عمود بلاف. اتكونت عندي حرف الفي. بعد كده باخد سلسلة واحدة. وبفوت جبزة من تحت والجبزة اللي بعدها باخد عمود بلاف. باخد سلسلة. وبفوت جبزة من تحت والجبزة اللي بعدها عمود بلاف. باخد سلسلة. وباخد لفة على الابا. وبفوت جبزة من تحت والجبزة اللي بعدها باخد عمود بلاف. وهمش بالنمت ده لحد ما كون خمستاشر بعمود بلاف. بس مش هعد الفي معايا ديت لوحدها. لا من اول هنا واحد اتنين تلاتة هكملهم خمستاشر. هياخد سلسلة. وباخد لفة على الابا وبفوت جبزة اللي بعدها باخد عمود بلافة. انا عملت اربعة. بعد كده هاكملهم خمستاشر ونرجع تاني. انا كده هكملتهم خمستاشر عمود. من اول هنا بنعد من اول هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر. بعد كده هياخد اتنين سلسلة. واحد اتنين. واخد لفة على الابا وفوت جبزة والجبزة اللي بعدها هشتغل عمود بلافة. واكرر تاني اتنين سلسلة واخد لفة على الابا وفوت جبزة والتاني اشتغل عمود بلافة. اتنين سلسلة واحد اتنين. واخد لفة على الابا وفوت جبزة الجبزة اللي بعدها هشتغل عمود بلافة. هشتغل كده الحد ماوصل لمنتصف بتاع القلب هنا. واقول لكم هنشتغل ازاي بعد كده. ده وصلت لمنتصف بتاع القلب. هاخد لفة على الابا مش هاخد سلاسل. وافوت من تحت واحد اتنين وفي التالتة اعمل عمود بلافة. اتكونت عندي هنا رقم تمانية. بعد كده باخد اتنين سلسلة. بفوت جبزة من تحت. وباشتغل في التانية عمود بلافة. اتنين سلسلة. افوت جبزة من تحت. والتانية ادخل وعمل عمود بلافة. وهمشي كده لحد ما كونهم سبعتاشر عمود. بداية من اول العمود اللي خدته في المنتصف. اللي هو ده. واحد اتنين تلاتة. هكملهم سبعتاشر ونبجع تاني. انا كده كملتهم سبعتاشر بعمود. بعد كده باخد سلسلة واحدة. وبفوت جبزة من تحت. والتانية بشتغل فيها عمود بلافة. سلسلة واحدة وبفوت جبزة من تحت واللي بعدها بشتغل عمود بلافة. سلسلة واحدة بفوت رفزة من اللي تحت واللي بعدها بشتغل عمود بلافة. وهشتغل كده لحد نهاية السطر. او نهاية الدور. بنفجع تاني. انا جيت هنا قفلت السطر بتاعي بمنزلقة. هيجي في الفرار ااخد منزلقة تانية. عشان ابدأ السطر الجديد. بعد كده بارتفع واحد اتنين تلاتة. وفي نفس المكان هياخد عمود بلافة. بالارتفاع هيبقى عندي اتنين عمود بلافة. هياخد اتنين سلسلة. وفي نفس الفرار هياخد اتنين عمود بلافة. واحد اتنين. فانا اشتغلت هنا اللي يشوفها كده يعرف على طول ان دي الصدفة. بعد كده باخد لفة على الابة هيقبن العمود هياخد في عمود بلافة. ها هيقبن الفرار بتاع السلسلة الوحدة هياخد من الداخل كده عمود بلافة. اخد لفة على الابة هيقبن العمود هياخد فوقي عمود. الفرار بتاع السلسلة هياخد من الداخل عمود بلافة. العمود هياخد فوقي عمود. والفرار هياخد في عمود. وهامشي كده لحد بداية العمود اللي هو فيه اتنين سلسلة. وصلت هنا لحد الفرار اللي فيه اتنين سلسلة هياخد بداخله اتنين عمود بلافة. واحد. اتنين. العمود هاخد فوقي عمود. الفرار هياخد جوا اتنين عمود بلافة. واحد. اتنين. يبقى الفرار الاولان اللي كان فيه واحد سلسلة بس كنت باخد من جوا واحد عمود. هنا الفرار بتاع الاتنين سلسلة باخد من الداخل اتنين عمود بلافة. وهنمشي بكده لحد فين? هنمشي لحد ما وصل حرف التمانية ده حرف التمانية ده الفرار ده مش هشتجل فيه. هوصل للعمود ده ووقف. يبقى انا هشتجل لحد العمود اللي قبل التمانية ووقف. ونبقى ان نشوف هنشتجل ازاي? وصلت هنا قبل التمانية اللي هي في منتصف القلب. اها التمانية ها. الفرار اللي قبلها هشتجل فيه عمود واحد. وهعد التمانية ديت والفرار اللي بعدها هشتجل فيه برده عمود واحد. بعد كده هيقبني العمود هشتجل فوق العمود عمود. هيقبني الفرار بتاع الاتنين سلسلة هياخد اتنين عمود. واحد اتنين. هيقبني العمود هاخد فوق العمود عمود. الفرار بتاع الاتنين سلسلة باخد من الداخل اتنين عمود. واحد اتنين. همشي كده زي الجهة التانية بالزبط. الفرار بتاع الاتنين سلسلة بشتجل فيه اتنين عمود. الفرار بتاع السلسلة الواحدة بشتجل فيه عمود واحد. لحد نهاية السطر. يبقى اللي فيه اتنين سلسلة اتنين عمود وفوق العمود عمود. الفرار بتاع السلسلة الواحدة بشتجل فيه عمود واحد. وبكمل لنهاية الدور ونرجع تاني في نهاية الدور. انا وصلت لنهاية الدور. قفلت هنا بمنزلقة في اعلى ابتفاع. بعد كده هيقبني العمود اللي جنبه هاخد منزلقة. هيقبني الفراج هاخد فيه منزلقة. عشان اوصل للمنتصف. بعد كده هابتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة. واخد لفة على الابعة وفي نفس الفراج اخد عمود بلفة. بعد كده اخد سلسلة. والعمود اللي جنب الافي دي تلاتول هاخد فيه عمود بلفة. بعد كده سلسلة. واقفوت جبزة من تحت. والجبزة اللي بعدها عمود بلفة. هياخد سلسلة. من تحت بفوت جبزة. الجبزة اللي بعدها عمود بلفة. سلسلة. بفوت جبزة. بروح اللي بعدها اخد عمود بلفة. همشي كده لحد ما كملهم سبعتاشر عمود. من اول العمود الاولاني ده. واحد اتنين تلاتة اربعة. ملكيش جعوب الفي. العمود اللي بادئ بعدها. واحد اتنين تلاتة اربعة. هنكملهم سبعتاشر بنفس النمط. ونرجع تاني. كملتهم سبعتاشر. وصلت هنا للفراج اللي كنت باخد فيه اتنين سلسلة. هكبره تاني. هاخد واحد اتنين. وفوت جبزة. واروح الجبزة اخد عمود بلفة. هاخد اتنين سلسلة واحد اتنين. وفوت جبزة واروح الجبزة اللي بعدها اخد عمود بلفة. اتنين سلسلة واحد اتنين. وفوت جبزة اللي بعدها عمود بلفة. همشي كده لحد ما اوصل للعمود اللي قبل اللي تمانية. ونرجع تاني. وصلت للتمانية. هفوت جبزتين واحد اتنين واللي بعدهم هياخد عمود بلفة. منجب اي سلاسل. بعد كده هبدأ تاني افجع اعمل اتنين سلسلة. بفوت جبزة اللي بعدها عمود بلفة. اتنين سلسلة واحد اتنين. افوض جبزة اللي بعدها عمود بلفة. هشتغل كده لحد ما اعمل اربعة وعشرين عمود. بالعمود بتاع التمانية. واحد اتنين تلاتة. يبقى بالعمود اللي اعمل تمانية ده. هشتغل اربعة وعشرين عمود ونرجع تاني. انا كملتهم كده تلاتة وعشرين عمود. ما بينهم اتنين سلسلة. نرجع تاني. نعمل زي الجهة التانية بالزبط. واحدة سلسلة. وافوض جبزة اللي بعدها عمود بلفة. واحدة سلسلة. افوض جبزة اللي بعدها عمود بلف. سلسلة. افوض جبزة اللي بعدها عمود بلفة. هشتغل كده لنهاية الدور. هنا بجيء اتاني. وصلت هنا لقرب النهاية. هاخد سلسلة. واعد في السلاسل اللي ابتفاع بتاعتي. واحد اتنين وفي التالت هدخل واعمل منزلك. وفي الفراج بتاع الحرف الفي هدخل واعمل منزلك. عشان ابقى في الوسط. بعد كده ببتفاع واحد اتنين. تلاتة. وباخد لفة على الابرة. وباخد كمان عمود. بقى عندي اتنين عمود. باخد اتنين سلسلة. وفي نفس الفراج باخد اتنين عمود. واحد اتنين. كده انا كومت السادفة بتاعتي. بعد كده هاخد لفة على الابرة. واول عمود هيقبني هاخد فوقيه عمود. بعد كده الفراج بتاع الواحد سلسلة هيخد في عمود. العمود فوقيه عمود. الفراج بتاع الواحد سلسلة فوقيه من داخله عمود. يبقى عرفنا العمود فوقيه عمود. وبأكد الفراج بتاع الواحد سلسلة السلسلة الواحدة اللي كنا بناخدها من داخل بناخد عمود واحد. والعمود فوقيه عمود. من داخل الفراج بتاع السلسلة الواحدة عمود. وهنمشي كده لحد ايه? لحد ما نوصل لحد ما نوصل للفراج بتاع اتنين سلسلة. واضحة او معنا. الده هناخد من جوها اتنين عمود. زي ما عملنا في السطر اللي قابليه بالزبط اللي هنا. لو انتم تفتكروا كنا بناخد من اتنين سلسلة اتنين عمود وفوق العمود عمود ومن داخله اتنين عمود. لحد ما نوصل للفراج اللي قبل حرف التمانية. لما نوصل للفراج اللي قبل الحرف التمانية التمانية واضحة معنا ها. الفراج ده هنقف عنده عشان نشوف هنعمل ايه? وصلت هنا قبل بكم تمانية اهو. تمانية واضحة معنا هنا. الفراج اللي قبلها هدخل فيه. واعمل نص عمود. واروح الفراج اللي بعد التمانية اعمل نص عمود. بالشكل ده. بعد كده بعمل فوق العمود اللي هيقبني عمود. وفي الفراج بتاع اتنين سلسلة ده اتنين عمود. واحد اتنين. فوق العمود عمود. في الفراج الناتج عن اتنين سلسلة اتنين عمود. واحد اتنين. وهمشي كده لحد ما يقابني الفراج بتاع الواحد سلسلة اهو. ده هبدأ اشتغل فيه من الداخل عمود وفوق العمود عمود. لحد نهاية الدور. ونبجع تاني عشان نشوف هنقفل الدور ازاي. وصلت هنا لاخر فراج ناتج عن سلسلة واحدة باخد فيه عمود بلفة. بعد كده. بعد واحد اتنين وفي تالت سلسلة بدخل وبياخد منزلقة. العمود اللي بعدها باخد فيه منزلقة. ومن داخل السدفة باخد منزلقة. بقيت كده في المنتصف. بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة. ولفة على الابره من نفس الفراج باخد العمود التاني. واتنين سلسلة واحد اتنين. وبياخد اتنين عمود من نفس المكان عشان اكون السدفة الجديدة. واحد. اتنين. بعد كده همشي في كل جبزة عمود بلفة. اخد لفة على الابره. اول جبزة بتقابلني عمود بلفة. السطر ده كله همشي في كل جبزة عمود بلفة. في كل عمود فوقي عمود بلفة. بدون اي سلاسل وبدون اي تزايد. في كل جبزة جبزة عمود بلفة. لحد ما وصل هنا. شايفين النص عمود اللي انا خدته النص عمود اللي عمله تمانية سغيرة ديت. قبلها اها النص عمود اها قبلها باتنين عمود. اتنين عمود هوصل هنا قبلهم هقف هنا. يبقى انا هسيب اتنين عمود قبل التمانية دي. ادي واحد اتنين. هوصل هنا واقف عشان اقول لكم هنعمل ايه. هنا وصلت قبل التمانية ها. واحد اتنين. التمانية بتاعتي اها اللي انا عملتها من نص عمود. وصلت قبلها باتنين عمود بس. وقفت هنا عشان اوه بيكو هنعمل ايه? هاخد لفة على الابة. وفي العمود اللي جايدة على طول هاخد نص عمود. بعد كده هاعد واحد اتنين تلاتة اربعة. وابروح الخمسة دي اتقامل نص عمود التاني. يبقى انا فودت كام اربع جرز. وبعد كده اطلع منهم كلهم. عملت النص عمود. يبقى انا فودت اربع جرز في الوسط. وبعد كده عملت نص عمود. بعد كده باخد لفة على الابة. وفي اول عمود بيقابلني باخد عمود. خلاص هشتغل بقى ايه? فكل جرزة عمود تاني لنهاية الدور. فوق كل عمود باخد عمود. لنهاية الدور بتاعي. كده انا خلصت الدور وقفلت في اول ارتفاع بمنزلقة. بعد كده هاخد سلسلة واحدة. وعص الخيط. عشان هدخل الخيط الاحمر تاني. طبعا بعد كده هننضف الخيط دي كلها. دلوقتي هندخل اللون الاحمر تاني. هنعمل ايه? هنيجي في الفرار بتاع الصدفة. ندخل. نسحب الخيط بالشكل ده. وبعد نعديه. ونعمل زي ببطة تثبيت. بالشكل ده. وبعدين ادخل تاني. واسحب الخيط كده. وابتفع سلسلة واحدة. وفي نفس المكان هياخد جبزة حشو. بعد كده اتنين سلسلة واحد اتنين. هاطبع ان ده اول عمود. بعد كده اتنين عمود. واحد. اتنين. هفوت واحد اتنين وفي التالتة ااخد حشو. اتنين سلسلة. وفي نفس الجبزة هياخد اتنين عمود. واحد اتنين. اتنين سلسلة. افوت واحد اتنين وفي التالتة حشو. وبعدين اتنين سلسلة. وفي نفس المكان اتنين عمود. واحد اتنين. افوت واحد اتنين وفي التالتة حشو. اتنين سلسلة. وفي نفس الجبزة اتنين وجبزة عمود. واحد اتنين. وهامشي بالنمط ده زي ما انتم شايفين كده. افوت واحد اتنين. وفي التالتة حشو. واتنين سلسلة. وفي نفس الجبزة باخد ربزة عمود. هامشي بالنمط ده لحد ماوصل بالشور اللي فين? لحد ماوصل بالشور اللي بتاعي. شايفين التمانية دي? اللي انا عملتها بالنص عمود. والنص عمود اللي قبلها يعني هاوصل قبلها بعمود. العمود ده مش هشتجل فيه. التمانية قدامها. العمود ده مش هشتجل فيه. هوصل هنا واقف. يبقى هاوصل هنا واقف. ونشوف هنعمل الجزئية ديت ازاي? وصلت هنا لقبل التمانية بعمود. انا قلت لكم هاوصل هنا. قبل التمانية بعمود مش هشتجل فيه. اها. التمانية عندي اها. والعمود اها. هفوت واحد اتنين تلاتة وفرابعة واحدة ادخل وعمل حشو. وبعد كده اتنين سلسلة. وفي نفس المكان. اشتجل اتنين عمود. بعد كده ارجع تاني واحد اتنين وفي التالتة حشو. يبقى المكان الوحيد اللي عدت فيه تلات ربز المكان الوسط اللي هنا بتاع بتاع التمانية. ده اللي عدت فيه تلات ربز. بعد كده برجع للربزة بتاعتي بقى خلاص. اتنين سلسلة وفي نفس المكان باخد اتنين عمود. بفوت واحد اتنين وفي التالتة حشو. اتنين سلسلة. وفي نفس المكان اتنين عمود. واحد اتنين. وهمشي بالنمط ده الحاد نهاية الدور. هنا للنهاية باقي عندي اربع جرز واحد اتنين تلاتة اربعة. هفوت بس جرزة والتانية هشتجل فيها حشو. واثنين سلسلة وفي نفس المكان اتنين عمود. واجي في اول حشو هنا اعمل منزلك عشان اقفل السطر. بالشكل ده. وكمان سلسلة عشان ارص الخيط. كده زي ما اقولت لكم خلصنا القلب الاول بالشكل الجميل ده. بعد كده هنشوف دلوقتي ازاي هنشتجل للقلب التاني. انا اشتجلت السلسلة بتاعتي وفردتها. بعد ما فردتها طبعا السلسلة مية وتلاتين سلسلة. اه بعد ما اشتجلتها هيجيب كده. اهو القلب من فوق اهو. هرفعه بالشكل ده. واعدي السلسلة بتاعتي. وابدأ اقفلها بمنزلكة. ابدأ اقفلها بمنزلكة. اه. كده قفلت السلسلة بتاعتي بعد ما عدلتها. هبدأ بقى اشتجل نفس الخطوات بتاعة القلب ده. هبدأ اشتجل نفس الخطوات بتاعة القلب ده. وهنشوف شكلهم النهائي اللي اتنين مع بعض ايه. طبعا انت هتشتجل بالاحمر الاول وبعد كده الابيض وبعد كده هتبقى للون الاحمر في الاخ. خلاص كده يبقى هنشتجل نفس الخطوات بتاعة القلب الاول هي نفسها اللي هنمشيها في القلب التاني. ونرجع بعد ما نخلص القلبين ونشوف شكلهم النهائي ايه. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهائي ده وده شكل المفرش النهائي. اتمنى ان ما ان المفرش يكون عاجبك. لو عاجبك اعملي لايك ومشاركك مع الاصدقاء. واشترك في القناة وفعال الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله.